امبارح موسي ماني الموديل الفني للنادي الأهلي في أثناء تحليله لبطولة قوم إفريقيا مع الزميل مهيب عبدالهادي في MBC مصر كانت كلم في نقطة إنه كهربا مشي خلاص فإيه يعني فكانت إجابته إن ما كنتش عرف قبليها أنا عرفت من الإدارة الإدارة بلغتني إن كهربا مشي فدي عملت لنا شوية صدمة كده اللي هو إزاي كلنا عارفين إن كهربا مشي بسبب إن أنت غير مقتنع به سواء بقى فنيا أو أخلاقيا يعني فإيه القصة؟ سألنا مصدر في النادي الأهلي فكانت إجابته إن الأهلي نفسه مستغرب من تصريحات موسيماني لأنه ده بيدل على حاجة من الاتنين يا إما إنه هو يعني مدرب ضعيف لدرجة إن الأهلي هو اللي ياخد قراره ويقول له إنت إحنا مشينا كهربا يا إما بيدل إن أنت مش عارف إنت عايزيه فإحنا استغربنا هذه التصريحات بل وحصل إن فيه عتاب اتقال موسيماني في هذا السياق وأكد لنا هذا المصدر إنه لأ الرجل يعني مش قال لنا أنا كهربا مش في احتياجاتي دلوقتي وإن أنا عندي احتياجات أخرى وموجودة في الفرقة فخلاص فإحنا شفنا إنه الأنسب دلوقتي إن إحنا نستفيد بكهربا بما إنه مش هيلعب مع موسيماني خالص فنعيره فنستفيد منه ماديا فذلك سلسل بتاع الأحداث مش إن موسيماني كان صحي منهم لقانا بنقوله إحنا بيعنا أو قعارنا كهربا بالطريقة اللي هو أتكلم بيها يعني موسيماني الاهلي في هذا السياق